ترجمة نانسي قنقر عمل بها منذ عشرات السنين مراسلنا في عمان والتفاصيل من أرشيف الصور وزمن الذكريات يعود هذا الثمانيني لصباه الذي عاش معه أجمل أيامه بين أوراق الصحف حتى شاخة وشاخة مهنته العم أبو كايد أقدم بائع صحف في الأردن وأكثر من قد يكون شغوفا محبا للقراءة جاب البلاد بأخبار العالم وها هو اليوم يجد لنفسه مكانا صغيرا أجمل ما فيه هو وسطور صحيفة وبعض الذكريات لم يعرف مهنة سوى بيع الصحف بوابة رزقه هذه كانت الأجمل كلما عدنا بالزمن للوراء حين كانت الصحف سفيرة الخبر بامتياز اختلف الحال اليوم وما عاد للقراءة وقت في عالم سريع ورغم كل الظروف ما زال يستمتع بكل لحظة فيها الصحيفة توصر يديه بيد زبون ينتظره لساعات لشراء صحيفة حرم العم أبو كايد من التعليم لكنه أبحر في عالم الصحف تعلم القراءة واكتسب الثقافة وزاد علما عن كثيرين وفي حين طوت الحداثة زمن الصحافة الورقية جند هذا الثمانيني نفسه كمحارب قديم باع أول عدد للصحف الأردنية وسيبقى صامدا حتى آخر عدد لها وكمال الحجر والشجر حكاية مع التاريخ في هذا المكان تبقى الحكاية الأجمل مع الإنسان تلك التي سطرتها أوراق الصحف وما زالت تحاول الصمود أمام حداثة العالم الجديد شاري العجارمة تلفزيون البحرين عمان